قال التخرير أن وزارة المالية تضع دعم سياسة ضمانات ثلاث أي ضمان المعيشة الأساسية وضمان الأجور وضمان التشغيل في صدارة ترتيبات ميزانية لهذا العام وتتخذ إجراءات غير مسبوقة لتحسين قدرات الحكومات المحلية على تنفيذ هذه السياسة وهذا يمثل زيادة كبيرة في الدعم المالي المحلي حيث زادت الحكومة المركزية مدفوعات التحويلات المحلية بالنسبة 12.8% ورتبت مدفوعات التحويلات الخاصة بقيمة الستمائة وخمسة مليارات يوان صيني لدعم الحكومات المحلية لتطبيق مهمة الضمانات المعنية ومواجهة عوامل عدم اليقين خلال عملية التطبيق وكذلك إنشاء آلية خاصة لدفع التحويلات لضمان أن العجز المالي المترتب الجديد والأموال المتعلقة بسندات الحكومية الخاصة بشأن مكافحة فيروس كورونا الجديد ستصل إلى قواعد المدن والمحافظات الأساسية وتفيد الشركات والشعب مباشرة في حين تم توزيع الأموال المعنية إلى الحكومات المحلية مع حلول نهاية يونيو كما عززت وزارة المالية تحليل وتتبع الأداء المالي المحلي ومراقبته بالإضافة إلى زيادة نسبة أموال المحافظات المحلية بشكل مرحلي وتحسين آلية الرصد لدفع الأجور على مستوى المقاطعات ليرتفع عدد المحافظات الرئيسية المشمولة في نطاق الرصد إلى 534 مقابل 105 في عام 2019 تساة أسر تساة أسر